لسا مكملين معاكم في ملفات وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان هيكون موجود معايا الكاتبة والنائبة فريدة الشباشي هنتكلم عن احداث 30 يونيو هنتكلم عن الزكريات او زكرياتها بالتحديدا في هذه الفترة وهنتكلم عن اللي حصل واللي بيحصل لحد دلوقتي نورني النهار ده فادي شكرا بتنوريني دايما والله على طول شكرا كل سنة وطيبين وكل مصر طيبة باذن الله عامل ايه حمد لله بتحسن ببطء طبعا لان انت عارفة انا فت الخمسة وعشرين من شوية كده بتحسن البطء بس الحمد لله طيب لو قلنا 30 يونيو ايه اول حاجة تيجي في بالك اول حاجة تيجي في بالي مصر 30 يونيو يعني مصر اللي رجعت لنا تاني مصر اللي كانت يعني كل المخططات اللي حوالينا من ساعة الكلام بتاع الست كوندوليسة رايس هانم بتاعة الشرق الاوسط الكبير والمش عارف الكلام اللي سمعناها ده اللي شفنا فيه تجارب مريرة عمر الواحد ما كان يتصور قسوتها وشوفي كم دولة عربية تفرتكت بعد العظمة الديمقراطية الامريكية العظيمة دي وكانت مصر هي الهدف الاساسي بس مصر عندها حاجة بقى ما حدش عارفها لغاية النهاردة ولا يعني بيقولك ده شعب ملوش كتالوك اه يعني بيجي وقت ما لازم خلاص لقدر الله تنهاري يروحوا وقفين الوقفة اللي هي وانا سبق قبل كده وقفت وقفة في تسع يونيا انا بقول احنا مساء تسع يونيا سنة سبعة وستين احنا نزلنا هزمنا الهزيمة لان لو ما كناش نزلنا انتو جين ما تعرفش يعني صغيرين لكن احنا لو ما كناش نزلنا لا كان هيبقى في حرب استنزاف ولا كان هيبقى في عبور هي حرب الاستنزاف تقررت تسع يونيا مساء لما قلنا لأ طيب تلاتين يونيا تفتكري ايه من ذكره ايه لتفتكرين افتكر ان انا حسيت ان انا بتولد من جديد رغم عملي ده كله انما حسيت ان انا انا كنت عندي نوع من الاحباط لان شايفة يعني انا بحب سوريا مش قادر اقولك قد ايه كانت بتنهار قدامي وما حدش عدري يعمل حاجة وبالعكس كانت بتلطرد من الجامعة العربية يعني فيه حاجات غريبة هيعاد فيها الكلام تاني وحنتكلم فيها عشان لازم نستفيد من تجربتنا لما لقى ان انا سوريا يعني هي اللي مدانة مش اللي بيعتدوا عليها المدانين يعني حاجات غريبة جدا يعني ومصر طبعا لان هي العمود الفقري وهي الايقونة وهي اللي طول عمرها بتساعد كل الاقتار العربية وحتى القارة الافريقية كمان يعني لسه كان الدكتور سامير فرج سادة اللواء سامير فرج بتكلم بيقول ان في افريقيا لما كان عندنا شركة النصر اللي هي يعني وصل اخر حتة في افريقيا وكل شوية تلاقي يا اما مدان يا اما شارع اسمه جمال عبد الناصر لانه هو اللي ساعدهم على الاستقلال ولذلك النهاردة الرئيس السيسي لما بيرجع تاني بيلم شم كل الدول اللي بتعاني من التمزق ومن التفتيت ومن دعا بيرجعها تاني ده لانه هو مصري أصير هو ده المصري وهو ده الشعب المصري يعني شوفي حتى كلمة لما يجي يتكلم يقولك الضيوف مش اللاجئين ده كلمة يعني تقليق بزعيم مصري يعني وعشان كده لو جبتي سيرة بقى الضيوف واللاجئين والكلام بقى يعني انت اللي جبتي سيرتهم فانا لازم اسألك شفتي الصحفية نضال الأحمدية تعرفيها؟ تعرفيها انا بتعرفيهاش نا نضال الأحمدية بتاعت مجلة الجرز دي مالها دي بقى دي صحفية لبنانية هي اللي عاملة مجلة الجرز هي اللي مسؤولة عنها وطلعت هي لبنانية عيشة في لبنان فطلعت غلطت في السوريين كلهم اللي عايشين في لبنان غلطت يوم غلطت يوم اه يعني غلطت يوم والشعب السوري زعل جدا منها وكل النجوم السوريين زعلوا وطلعوا وردوا فبس ما شفتيش شكلك ما تابعتش الأحداث دي أنا ما بتابعش الجماعة دول لأنه شوفي احنا طلع عندنا ناس يعني كان عايزين يعملوهم نجوم بس الأرضية بتاعتنا مش مستعدة لده مستعدة للتلاتين يونيو مستعدة أن من خمسة وتلاتين لأربعين مليون مصري أكبر تجمع في تاريخ البشرية كلها يطلعوا ويقولوا لأ مصر هتفضل هي مصر مكنتش هتفضل هي مصر ليه بقى كان إيه اللي ممكن يحصل بقالك أنت خمسين سنة قبلها قبل الثورة خمسين سنة عمالة تقولي للناس بتنشر الفكر الظلامي الكريه اللي هو إيه بقى الفكر الظلامي ده اللي هو ما الوطن اللي حفنا من التراب العفن واللي هو تصد في مصر واللي في مصر أنا ما يهمنيش واحد مليز يحكمني مدام مسلم لا لا أنا يهمني تمام أنا بحس أن أنا بلدي هي قبل أي حاجة يعني دايما يقولك الله الوطن يعني بعد ربنا الوطن لأنه هو ده هو ده الحضن بتاعنا مصر دي الحضن بتاعنا لو كانوا كملوا كان إيه السيناريو اللي هيحصل من وجه خاصة كان إيه السيناريو السيناريو كان هيحصل من شكله عامل هم قالوا هم قالوا كانوا عايزين يقسموا مصر ثمان لخمس دول يعني دولات وبعدين كيسنجر مخبهاش كيسنجر اللي بقى عنده مئة سنة ولسه بيأذي بردو قال لك أكبر ضمان غريب قوي الراجل ده قوي أكبر ضمان لبقاء إسرائيل في المنطقة العربية هو تفتيت المنطقة إلى دولات عرقية وطائفية ولذلك أنا جيلي مثلا في الستينات وما أدركي ما الستينات الستينات ولا كنا بنعرف ابتي مسلم يهودي لا ما كانش فيه كلام ده لا ما كانش فيه كلام ده ما كانش فيه حاجة اسمها رجل المرأة إيد المرأة أفا المرأة بقول لهم نزلونا لثقافة النصف الأسفل من الإنسان يعني لو لا إعادة اعتبار المرأة ورد اعتبارها للثورة يونيو والرجل الإنسان اللي أنا بعتبره دية ربنا المصر اللي اسمه عبدالفتاح السيسي اللي هو بيعتبر الستة المصرية هي العظيمة هي اللي يعني مش بقى كان تفتيت الدولة بقى يقول لك الشمال كان إيه اللي هيحصل في الستة المصرية لو كان السيناريو ممشيش زي ما ممشي في 30 يون الستة المصرية كانت هتتوقت بقى بعد شوي لأنه كان كله لا ما تبنش لا تتغطى لا مش عراها مش كفاية كمان وشها لا عينها بينة لا إيه دا إيه دا إيه دا كانت ممكن تمسك مناصب لا طبعا لأنه مناصب لحتى في البيت كان المفروض تبقى مزلولة ويعني رب الكون إيه أحداث شفتيها بتخليكي تقولي كده أو إيه مواقف عصرتيها بنفسك بتخليكي تقولي كده أنا عصرت يعني أنا طبعا عايشة الواحدة دلوقتي بعد وفاة جوزي دا رحمة وعد الشباشي الكاتب بس أنا بشوف يعني بتابع بتابع الأخبار بتابع كل الحياة وبشوف ناس ساعته هي بتتكلم بحس إن أنا يعني دول مش مصريين يعني لما واحد يتكلم يعني أنا دايما أقول لهم أقول لهم ربنا كرم المرأة أعظم تكريم في العالم حيث يعني أنه ليه ليه لأنه أودع فيها الرحم حيثتوها بالحياة في حد فيه عظيم في العالم كان يمكن أن يكون له وجود لو لم ترده امرأة لا طبعا بالظبط كده محدش بقى يقول كده المرأة عورة المرأة تتضرب المرأة واحد من الجماعة دول يقلك لو واحدة حتة من شعرها بانت فمن حق جزها يشك في نسب أولاده منها ليه إيه دا إيه دا إيه اللي وصناره دا فإحنا بنرجع تاني بنسترجع أن المرأة هي المكتسبات اللي حققتها المرأة لحد دلوقتي كتير يعني زي زي ما أنت قلت الوقتي بقت وزيرة بقت قاضية بقت محافظ بقت يعني رئيس جمع بقت كل حاجة أي منصب هي كفوقة وجديرة بيه بتاخدوا يعني ما عادش الوقتي يعني أنا طب إيه نقصها نقصها إيه نقص المرأة المصرية دلوقتي عشان تبقى وقدة كامل حقوقها لا هي دي دي حقوق بس نقصها إن إحنا يعني كلنا اللي نقص الراجل برضو يعني إحنا عايزين نرجع تاني نبقى مواطنين لنا حياة كريمة وده اللي بيعمله السيسي الوقتي الحياة الكريمة في وسط البلد في وسط وطنة يعني يعني أنا النهاردة لما آجي ألاقي أنا أم مثلا ها وقدر أشوف أبني ولا أولادي بيتعلموا وبيشتغلوا وبيلمعوا في المجتمع أخذي بالك أنا السيسي قال كلمة مجننيني من الفرحة لما هو بيخاطب الولاد لما راح الأكاديمية قال لهم أنتوا بكرة أنتوا الغد هو مرهن على الشباب فالنهار للشباب هو بنت ولد زي ما قال صراحة جهين البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد لأنه ممكن أو يبقى طب إيه اللي نقصها برد إيه قوانين نقصها مثلا القوانين اللي نقصها يعني ما إحنا مستنين القوانين لحد دلوقتي قويل أحوال الشخصيين إن شاء الله هننجح فيها يعني هننجح بمعنى إيه هننجح هل إحنا مثلا بنتحارب فيها آه بنتحارب طب طب قوللنا بقى بنتحارب إزاي يعني حضرتك في المجلس قوللنا بقى بنتحارب إزاي بنتحارب أول ما تبتدي تعملي حاجة لصالح الإنسانية الإنسانية مش بس المرأة لأن المرأة زي ما قلتلك هي يعني هي بتتولد فيها الحياة تمام فالنهاردة لما ييجي حد يقولي لأ المرأة لما الراجل يبقى يقدر يطلقها طلاق شفوي مثلا يعني هو يطلقها طلاق شفوي هو يروح يتجوز ويعمل اللي هو عايزه توصيق الطلاق احنا عايزين الطلاق يتواسطك مثلا هذه حاجة حاجة تانية مين بيحاربنا في توصيق الطلاق مين بيحاربنا فيه مؤسساتنا الدينية بين قصين دينية لأن ده كان جديد ده كل ده جديد يعني أنا رأي أن المؤسسة الدينية أنا لو يعني اللي بتسأليني بتمنى منها بتمنى منها أنها هي اللي تطلع وتقول لا ده مش الإسلام مش الدين الدين أنا درس شريعة الدين عظيم الدين ربنا بيقولك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني رب العزة قال كده يبقى فيه واحد قد يقول أنت كفر أو أنت كفر ويحكم من وقتينك لأنك كفر أو كفر إيه ده يعني طيب هل المؤسسة الدينية اللي تقصديها وقفة موضوع توسيق الطلاق هل وقفة مش بس بنود أخرى بخصوص قوانين المرأة طبعا زي إيه زي مثلا الحضانة زي يعني أنا رأي أنه المفروض لو واحد بيتجوز على مراته المفروض تعرف السن بتاع الجواز خد يبالك أنه كانوا بيتجوزوا بنات عندهم 12 سنة و13 بيسننوهم دول بيسننوهم اه يسننوهم بيسننو وده لازم بقى يبقى في تحريم وتجريم أو بيجوزهم عرفي أو بيجوزهم عرفي لحد ما البنات تكبر ويكتبوا بعد كده بالزبط كده لا وبعدين ما هو بيجوزهم كتير كده عشان فلوس ده زواج القاصرات ده قصة تانية والتجارة دي ماشي تماما لا ما كل كل الانحطاط ده شفناه في القوينة الأخيرة اه عشان كده قامت الثورة الثورة عشان نرجع تانية لا احنا مصر ايوة بس احنا بنتكلم دلوقتي في موضوع القوانين ايه البنوة التانية اللي وقفين فيها غير توثيق الطلاقة لا مش باسم انا بقولك الحضانة مثلا عدم الزواج من التعدد الزوجات لانه رب العزة قال ايه وان خفتم قال لا تعدلوا فواحدة فواحدة ولن تستطيعوا ان تعدلوا ولو حرستم اش معنى دي بقى عاملين زي لا تقربوا الصلاة عارفة يعني ياخدونك الحاجة اللي هم عايزينها ايه كمان اه كمان يا ستي في اه ان المرأة من حقها انها تشتغل مثلا حتى لو متجوزة اي لو متجوزة برمس من حقها تشتغل من حقها تمارس حقها يعني مش تبقى طابعة لحد يعني احنا نقشنا قبل كده بنود قوانين الاحوال الشخصية وخاصة بينها توثيق الطلاق والقضانة والاستضافة طبعا والزواج والطلاق والمواريس وكذا 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 والمواريس مثلا بالضبط كده هل تفتكري انها تتنفس كل الكلام ده لازم سهل تنفسه لازم سهل مش سهل بس ما فيش حاجة يعني هل المجلس هل المجلس بيعاني من الذكورية الى حد ما كل المجتمع المصري بيعاني من الذكورية في الفترات الاخيرة دي بس بنرجع تاني مهو ده 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 المجلس ولا المؤسسة الدينية المؤسسة الدينية هل أساس الموقف ده من المجلس طب وهي المؤسسة الدينية مالها ومالق قوانين عشان الناس تفهم لا ازاي المؤسسة الدينية اللي بتقولك ده حلال وده حرام لأنت لو ما تعطيش زوج ويعمل اللي هو عايزه تبقي عصية وتبقي متمردة كده يعني وشايفة ان الكلام ده غلط طبعا للست اللي مقطعش جوزها وكده ده شايفة الكلام اللي هو ولأن المؤسسة الدينية أنا مرة قاريت تصريح جاب لي فزع انه أنا مقدرش أكفر بتوع داعش لأنهم بيتوجهوا للقبلة معقولة داعش اللي بيتبح اللي خلى العالم كله كره المسلمين والإسلام أنا حكيتك على حكاية فرنسا لما كنت الرجل بيقولي بتاع الجوازات بصيلي وضحك فقوله بتضحك ليه في حاجة تضحك يعني قال لي لأ السك ما تديش سنك قلت له مرسي وبتاع وبعدين كان نوع من الدعابة الهابلة يعني وانا في المترشل قلت له الله أكبر عملت له كده لقيت كل اللي حولها قولها لا قولها لا يعني كإن كلمة الله أكبر بقت مرادف للدبح يعني كانوا فاكرين أنا معايا مثلا قنبلة هزام ناس في أي حاجة لو القوانين دي تنفزت حقيقي المرأة المصرية هتحس بإيه لو إيه القوانين دي لو تنفزت طبعا المرأة المصرية هتحس بإيه عرفة أه تحس بتمكين رهيب هتحس بنفسها هتحس بإمتها بإدميتها كمان بإدميتها وإنسانيتها لما أنا ألاقي امرأة ها دلوقتي كلها متغطية يعني إيه ليه مهو ده كمان أنت بتحطي من قدر الرجل المسلم والعربي إنه لو شافش على المرأة حي يفقد صوابه يعني وإنه ما يقدرش يشوف وش إزاي كده في ناس تقولين بذي حرية شخصية كل واحد حرية عملوا واعيس لا كل واحد حر في حدود اللي ممكن إزاي أنا واحدة قلتلي مرة قلتلي أنا أنا حقي قلتلي أنت حقي تخفي ماشي فين حقي أنا أعرف مين اللي جنبي ولا ده غلط مهو 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 رحت بلاد كتير مفيش ده نوع من ما بيتبعتليكيش تهديدات على السوشيال ميديا بتجيلي تهديدات وشتايم وكل اللي أنت عايزاش إيه التهديدات اللي بتجيلك إنه حنقتلك يعني كده يعني بس أنا ما مبتخفيش لا مش ما بخافش أنا يعني ما فيش حد ما بيخافش لكن أنا بلاقي إنه ما قدرش أقول غير اللي أنا مؤمنة بيه أنا طول عمري كده أنا متبردة مولودة متمردة من وعنة طفلة كده يعني أمي كدت تضربني بأي حاجة قدامها أي حاجة إن شاء الله تكون تكسر النفوخ يعني ليه؟ لأنه لما كدت تقولي على حاجة وأنا مش أخطانة أقولها لأ طيب قانون المواريس في ناس تقولك إيه المفروض إن المواريس الراجل بيورس زي الست مرتين أو القانون أصله يعني الموضوع طويل وإيه وفيه تباصيل كتير زمان كان الراجل هو اللي يبقى مسؤول على المرحة بالضبط فهي كان الفلوسها دي اللي بتورسها بتشلها لنفسها وهو الراجل اللي هو اللي يبقى مهيمن هو اللي بيصرف هو اللي بيخلي باله وهو اللي بيتابع وهو اللي بيجوز وهو اللي بيجهز والكلام ده كله هل الأعراف دي بقت موجودة دلوقتي؟ الأعراف دي ما بقيت الأعراف دي ما كان عارف زمان إن الراجل هو هل الأعراف دي موجودة موجودة دلوقتي حكاية الورث النهاردة عندك ست وزيرة يعني إزاي بقى يعني حد يمنعها منها تورس من حقها يعني إيه العيدة يحصل في المواريس إيه اللي بتتمني إنه يحصل في القانون المواريس أنا اللي بتمنى إنه يحصل في المواريس إنه تبقى الأم يعني هي اللي بتاخد مرس ولادها وهي اللي بتديره الوسائل بالزبط كبه الوسائل إنما ييجي بسلا عم العيال هو اللي ياخده طب ما هيشوف ولاده مش هيهمه ولاده هو يعني ومش هيهتم بيهم يعني الفكرة ده يهتم بقى لما يبقى ملاك هل ده هيتغير في القوانين الجديدة؟ آه أنا عايزة عايزة ولا عندك معلومة إنه هيتغير؟ لا يعني فيه أمل إنه يتغير بس ما عنديش معلومة أمل بنسبة كم في المية؟ بنسبة كبيرة بنسبة مش أقل بالتسعين في المية لأنه هو كده لازم مصر لازم مصر كان عندها مالكة من خمس تلاف سنة مش معقول لاجي النهاردة أقول المرأة تاكل ومتاكلش تاخد ومتاكلش تورس ومتورسش لا مش معقول وبعدين ربنا هو العدالة يعني هو اللي أرسل عدالة وهو الزي ما بيقولك يعني حط في الأم الرحم يعني إيه ده؟ يعني أنا رأيي ده أكبر تكريم للمرأة من ربنا عز وجل طيب إحنا دلوقتي فيه أزمة اقتصادية مش بتضرب مصر بس بتضرب العالم كله بسبب الحرب في أوكرانيا وفي روسيا وبسبب الكورونا اللي جاته طبعا توابع هذه الأحداث عملت بعض الأزمات شايف الدنيا جاية إزاي؟ إيه اللي هيحصل قدام؟ شوفي إيه اللي هيحصل للأسف مرتبط بالعالم كله الوعدي مش بينا بس يعني وأنا بلاقي أنت عارفة أن أنا بطلع على حاجات يعني كتابات أجنبية آه إيه اللي بتطلعي عليه؟ قولي لنا آه فيه انبهار بالصمود المصري آه وبإنه مصر الحمد لله يا رب عمر ما يحصل ده عمرها يعني إنه مصر ما انهرتش بعد الكورونا وبعد الحرب الأوكرانية لأن إحنا بناخد الأمحة بتاعنا ودي بالك إحنا عندنا رئيس دلوقتي بيحاول يعمل لنا اكتفاء ذاتي يعني بيتوسع في الأرض الزراعية بيعمل أراضي جديدة بس إحنا مثلا عايزين يعني حملة توعية يعني شانلة بخطورة الإنجاب الغير مترتب يعني يعني أنا لما أجي مثلا معايا رغيف بقسمه أنا وشريك حياتي كل واحد بياخد نص أنا وجبت عيل كل واحد بياخد تلك لو جبت عيلين كل واحد بياخد ربع لو جبت عشر عيال كل واحد هياخد لقمة هو كده يعني تنظيم الناس ده حاجة يعني سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام قال اعقلها وتوكل يعني ما جيش هنقول لأ كل واحد بيجي ورزقه معا ايه ده ايه ده ده معناها ايه اللي احنا بقينا مية وعشر مليون تقريبا دلوقتي طب ما فيه ناس تانية تقولك طب ما لو المية وعشر مليون أنتجوا أنتجنا كلنا وطلعنا إنتاج هيبقى احنا كده استغلينا الناس اللي عندنا صح مزبوط بس انت قبل ما تبتدي تعملي مدارس ومستشفيات ومش عارف ايه للتين مليون ونص اللي جولت بيجدك السنة اللي وراها تين مليون ونص ما فيش حد يقدر على الاقاع ده لازم يبقى فيه عقل لازم يبقى فيه تعاون بين الطرفين أنا مقدرش أنا أجيب عشر عيال وقول لازم الدولة تأكلهم لي أنا شفت مرة واحد واحد بيقول آه ما عندي ست عيال والدولة الدولة تأكلك ليه وكنت تجيب التين وأكلهم انت يعني هي دي الفكرة الفكرة أن احنا يعني عندنا يعني زي ما تقولي ميل أنه لا الدولة هي اللي تشير كله وأنا مش مسؤول لا احنا مسؤولين أنا عايزة المسؤولية تبقى مشتركة أنا مسؤولة والدولة مسؤولة الدولة الكامل اللي عليها لكننا بتجيب لها كل سنة دولة التين مليون ونص يا أميرة إزاي دولة دي ولا مش دولة يعني كتير فأنت ما بيلحقوش يعني لما تعبلي أنت مثلا لو عندك أنت واخدة شقة أنت وجوزك واتنين أبناء مثلا والسنة اللي وراها جبت اتنين والسنة اللي وراها جبت اتنين خلاص بقى هتروحي فين وهو ده لازم نفكر شوية ونبتدي نفهم إن الدين هو القيم الدينية إن هي أنا لما جيب عيل أبقى مسؤول ماء عنه أبقى أنا مسؤول إحنا عندنا 12 مليون طفل شوارع مش أجيب ورمي لا يعني في حاجات كتير بس أطفال الشوارع دلوقتي المفروض إنه بقى يعني في فيه كتير بقى ليهم مؤسسات وليهم حاجات بقى ويوقوها وحاجات شبه كده وفي مجهودات بتحصل يعني جدا بس ده كمان أنا بقولك يعني قبل ما نخلص دول يكون رجوم تاني لأ لازم نفكر ويبقى عندنا آآ أمانة في التفكير آآ أمانة في آآ الإهتمام بالأجيال اللي جاية كلها يعني مش نجيب ونرمي ونجيب ونرمي لأ ماينفعش كثير مخصوص 30 يونيو مين من 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 الاخوان كنتي تعملتي معي مباشرة Virginia أمري ما تعملتي مع حد أنا بس كان يوم يوم الإستفتاء يوم الإعلان إن مرسي هو اللي فاز كان كنت بعمل حوار مع في قناة وكان فيه الأستاذ حاجة عبد المقصود اللي هو كان جي وزير إعلام بعد كده فلما أعلن فوز مرسي فهو ابتسم قوي كده وكان مبسوط وانا عملت له كده وقلت له ها هي سنة والله العظيم ومش عارفة ازاي أم ضحك وقلت له هي سنة مش هتعوضه أكتر من سنة لأنه مفيش حد يعني مصر محدش قدر عليها لا استعمر ولا جيوش ولا ديكتاتورية ولا ولا أي حاجة تيجي انت تقول لي أنا يعني أنا ربنا استغفر الله عظيم وانتو كلكم تسجدوني لا ما ينفعش كده ما ينفعش وكان عندهم احساس بالتعالي يعني زي ما بقولك تعالي علينا واحتقار لبلدنا لا أنا اللي يقوله على بلدي حفنة من الطراب العفن أقوله انت اللي معفن وابعد عني فده كان الموقف الوحيد اللي تعاملتي فيه لا أنا بكرههم من أيام ما حاولوا يقتلوا جلان عبد الناصر يعني ما بحبهمش يعني بحس إنه هما وسيلتهم هي القتل يعني أنا دائما أقول اقناعني مش اقمعني وبعدين ربنا قال اقرأ مش اخرس ولا أنا غلطانة يعني في حاجات أنا يعني استهواني الإسلام تعالف أنا اعتنقت الإسلام عارف فده من العظمة والديموقراطية اللي فيه فبعد كده هما شوهوه في رأيي أنا طب فيه بيان عاجل تيجي نقرأ مع بعض يلا بيان عاجل دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة تضم الجهات المعنية والأثريين المختصين لدراسة البدائل المتاحة لنقل مقابر السيدة نفيسة والإمام الشفعي كما وجه بإنشاء مقبرة مقبرة الخالدين لتضم رفاة عزماء مصر على أن تضم متحفل الأعمال الفنية والأثرية الموجودة بالمقابر الحالية ده بيان لسه صادر حالي دلوقتي ماشي أنا معاه بص يقولك على حاجة أنا معاه كل حاجة بتشيد البلد مثلا آجي أنا هو كان بيقال من فترة على مواقع السوشيال ميزيا أنه بنهدم المواقع الأثرية والمقابر الأثرية واللي هنا بمدفو الناس مهمة جدا والكلام ده كله مع أنه طلع بيان ونفى كل ده ففيه ده دلوقتي كان بيان عاجل يعني طمعا كله إشعاعات أنا سمعت بوداني واحد كان مع الله يرحمه وقل إبراشي من الجماعة دول بيقوله إحنا أول ما نتمكن هنفجر الهرم لأن ده ده مين ده اللي قالت كده ده واحد إخوان إخوان آه مين تفتكري مين لا مش فاكرة طبعا هما بس لما سمعت ده اتفزعت قلت لهم شافونا روحنا عند الهرم وسجدنا وصلينا عند الهرم إن الهرم ده الكفر يعني يعني حتى عداءهم لحضارتنا كان عداء فضيع يعني فإحنا النهار ده لا إحنا بنحافظ على كل حاجة وبنحافظ على تراشنا وبنحافظ على هبة هبة العزماء ومدافنهم بس مش تلدرجة إنه يعني اللي موجودين يفتصوا يعني لا بيبقى فيه توازن يعني إتي متفقلة باللي جاي أنا جدا متفقلة جدا ليه متفقلة متفقلة لأن أنا بعتبر إن إحنا لما وقفنا في 30 يونيو دي كانت اللحظة اللي مصر بترجع تاني بتسترد مكانها ومكانتها وبعتبر إنه ربنا جاب لنا هدية اسمها عبدالفتاح السيسي لما ييجي رئيس قبل حتى ما ينتخب يقول لي إن الإرادة المصرية لن تعلوا عليها إرادة أخرى أبقى مع ده ولا مع رئيس يقول لي 99% من أوراق الحل في إيد أمريكا لا أنا عايزة إرادتي أنا كمصرية أنا عايزة إن أنا فجر الضمير أنا يعني العالم كله لغاية النهاردة مش عارف الأهراب تبنى إزاي يعني فيه حاجات كتير رجعت تاني رجعت كنت بتمنى من ربنا إن أعيش لما شوف يوم 30 يونيو ما كنتش عارفة إن هو 30 يونيو بس حاجة كده يعني تديني أمان من بلدي رجعت إيه الإنجازات اللي حصلت اللي شايفها من وجهة نظرك إنها كت مهمة جداً شوفي أها أول حاجة حياة كريمة أول حاجة لأن أنت لما تعيش في بلدك بكرامة وفي دلوقتي مثلاً هجرة غير شرعية مفيش لأن الوقتي بقى عندك تعليم بقى عندك صحة يعني أنت خلصت من فيروسي فيروسي خلصنا منه فيروسي خلصنا منه وإشادة في العالم كله بداه وفيه كمان دعوة للقضاء على الكبد كمان أيوة على أمراض الكبد بس فيروسي خلاص إنه تم الإعلان إن مصر خالية دلوقتي من فيروسي أنت عندك النهاردة إيه إن ده ذات تانية من وجهة نظرك اللي شايفها طبعاً الصحة طبعاً السكن الكريم يعني ما نساش منظر العشوائيات اللي كان بيخلينا حس إن أنا مكسوفة إن أنا بني آدم مش إن أنا مصرية يعني أنا الأهرام وعندي عشوائيات زي بطن البقرة والحاجات دي يعني وعندي السكن الكريم وعندي الشغل يعني النهاردة كل حتة بيطلع فيها بالدواري على الثروات المصرية اللي لم تستغل ولم يلتفت إليها أحد يعني شوفي مثلاً الرمال السوداء اللي لسه معمول لها مصانع اليومين دول يعني مصنع كده وشوفي كهرباء إحنا النهاردة كهرباء كل حاجة يشوفي الطرق أنا مرة فضلت وقفة على كبري مايو ساعة لتلت كبري 15 مايو 15 مايو اللي هو 2 كم يمكن ولا كيلومتر ونص يعني والسات اللي هو أحمد أنيس اللي هو في التلفزيون وهو موجود كلمني لأنه كنت هطلع في حاجة آه كنت راح التلفزيون آه قال لي يعني قلت له فنم أعمل أعمل أعملت من العربية في كذا الوضع كذا 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 فخلاهم مكلموني يعني عملتها مدخلة صوتية كده في التلفزيون بس اللي عايز أقوله لك أن اليوم ده خلاني فكرت إن إحنا وقفين على كبري 15 مايو والعربيات بتطلع العادم بتاعها والعادم ده بيطلع في السماء عندنا وبنفسه الدولة بتصرف ميليارات على الأمراض النجمة من الزحام والعادم اللي بتطعم السيارات فالنهارده لما أعمل طرق يعني توسع علي الله يوسع علي السيسي وتديني براح وتديني إمكانية إن أنا المشوار اللي كنت باخده في 4-5 ساعات باخده في 3 ساعة مثلا يعني دي إنجازات عظيمة كمان إنجازات العظيمة جدا 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 هي التوسع الزراعي زي ما بيقولك عشان يبقى عندنا اكتفاق ذاتي وإنه الصناعة يعني الدولة اللي ما فيهاش صناعة مش هونك تبقى دولة كبيرة يعني فإحنا كنا دولة كبيرة جدا والصناعة بتاعتنا في الستينات كان حاجة مالية الدنيا وبعدين تراجعنا بس بنرجع تاني بس الإنتاج محتاج يرجع مرة تاني بس ضبط كده ده اللي شايفان لو قلوا ينقصنا إن شاء الله الإنتاج والصناعة صح؟ صح صح تتمني إيه تاني إيه أمنياتك الفترة اللي جاي أمنياتي إنه كل ده يتم يعني الطرق تتم ونخلص بينها الإنتاج يكون موجود والمصانع تقول موجودة والناس تشتغل والناس تنتج كل حاجة القيادة بتاعتنا عايزها تحصل تحصل بقى وبيقدينا بسوعدنا يعني أنت عارفها هل شايفة إنه الرئيس عبدالفتاح سيسي بيقى في جنب المرأة؟ واقف جنبها؟ أه طبعا لأنه إنسان أنا دايما أقول هو فيه الحتة الإنسانية يعني المرأة عنده إنسان مش شيء مش وعاء يعني زي عارفة أنا بحيب أخد رأيك في حاجات كتير يعني سمعتي عن البنت اللي طلعت الأولى على الإعدادية في كفر الشيخ؟ عظيمة عارفة إن منها بابها كان سايبها بقاله خمس سنين ومبيصرفش عليها؟ وشفت آه شفت عادين على البلاط طب ما هو ده مش فين قانون الأسرة؟ ما ده اللي إحنا بنتكلم عنه؟ مهو كده؟ ما ده اللي إحنا بنتكلم عنه؟ يعني هل مش ممكن يكون عندنا في قانوننا؟ إن الأب يتحول أوتوماتيك من الحساب بتاعه لولاده اللي هو أخلفهم مش كل راعي مسؤولاً رعياته؟ المفروض كده بس إحنا يعني يعني والده شغال في السعودية وبيشتغل وبيكسب تصوري وبنته بقالها هنا قد كده مش عارفة تصرف ومع ذلك طلعت الأولى على الإعدادية كلها؟ نموذج رائع دي المصرية 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 يعني إمت القوانين هتبقى الصالحة المرأة؟ هتبقى إن شاء الله بس إنتي عارفة طفلة أولاً على فكرة قبل المرأة يعني إحنا بنعمل كعش الأطفال إحنا بننادي دايماً بالقوانين عشان الأطفال وبعدين المرأة بالضبط إنتي عارفة أنا لها تعبير قلته من أول ما قامت صورة يونيوم قلت إن السيسي ورث خرابة ورث بيت بلاته مخلع سقف وقع حتان وميلة شبابيك وطيرة مقدرش تاني يوم أقوله فين القصر يا سيسي فيه حرب على القوانين دي بأمانة؟ طب معاً مين هيكسب في الحرب دي؟ إحنا اللي هنكسب إحنا المصريين اللي هتكسبوا الحرب دي؟ آه هنكسبها لأنه اللي قاعدوا حكمونا سنة عشان يفتتونا وكلنا اكتشفنا الإرهاب بتاعهم والنواياهم السيئة كل المصريين يعرفوها وكشفوها وخلاص دلوقتي بعد دلوقتي كل الأغلبية الساحقة في البناء بتفكر في البناء تستعادت نصر تاني أنا لما أجي النهاردة ألاقي نفسي بتعالج وبتعلم وبشتغل وبسكن سكن كريم وبعيش حياة كريمة أرجع حين تاني لأيام اللي كنت فيها بقى ده أربع خمس ساعات في اليوم تقريباً كل يوم من غير كهرباء تعز الصيف ومش بس كده يعني المية بتتقطع التلاجة بتسيح يعني كل المشاكل بتحصل النهاردة الاهتمام بالكهرباء أنت هتساعد الدول العربية وأفريقية بإنك أنت هتديهم كهرباء طاقة والطاقة دي طاقة مدام طاقة يبقى هتعمل معجزات إن شاء الله إن شاء الله نتمنى أن كل اللي بتحلمي بيهتحقق إن شاء الله بإذن الله وإن عجلة الإنتاج تدور وإن الصناعة تقف على رجليها لأن دي من أهم الحاجات اللي احنا محتاجينها نتمنى أن القوانين تطلع بسرعة لأن لو الأسرة حصل فيها انضباط كل حاجة بعد كده هتبقى كويسة بالزبط يعني أعتقد أن القوانين دي لو تنفذت حالات الطلاقة هتقل بشكل كبير جدا إن شاء الله والأسرة العواميد بتاعتها هتبقى صح فنتمنى أن القوانين يتم إصدارها في أقرب وقت إن شاء الله وقلتي إن هي حرب وقلتي إن إحنا هنكسب الحرب هنكسب فنتمنى أن ده كمان يحصل الكاتبة والنائبة فريدة الشباشي بتنوريني على طول شكرا وكان بنا لقاءات جميلة واللقاء ده جميل وهيكون بنا لقاءات كمان أجمل شكرا بشكر جدا نورتيني النهاردة في ملفات شكرا مشاهدينا خلص الملف ده هنروح لملف تاني ولكن بعد الفاصل استنونا